بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم أبناء تلاميذ متابعية الأفاضل في قناتكم قناة تميز في العلم الطبيعية لطابر المتوسط إلى أبناء التلاميذ الجالسين على كراسي الجد والاجتهاد والمراجعة إلى الذين ننتظر نجاحهم في شهادة التعليم المتوسط بفارغ السبر كان الله في عونكم أبناءنا سيذهب التعب وتبقى فرحة النجاح بإذن الله لازلنا معكم ندعمكم بإذن الله حتى النهاية وفي كل مرة سنقدم لكم ما يفيدكم في التحضير الجيد لشهادة التعليم المتوسط اليوم بإذن الله سنواصل سلسلة المواضيع المقترحة لشهادة التعليم المتوسط وعندما نقول مقترحة ليس بالضرورة أن تكون هذه المواضيع ضمن شهادة التعليم المتوسط ولكن قد تكون مواضيع مشابهة أو قد تساعدكم هذه المواضيع في حل التمارين المدرجة في امتحان شهادة التعليم المتوسط قبل أن نبدأ أبناء التلاميذ متابعي الأفاضل لا تنسوا الاشتراك بالقناة الإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس حتى يسلكم كل جديد بإذن الله تعالى أيضا إذا استفدت من هذا الموضوع لا تنسى أن تشاركه مع زمنائك حتى تعم الفائدة ويستفيد الجميع بإذن الله تعالى نبدأ بسم الله وعلى بركة الله تعالى مع التمارين الأول تمثل الوثيقة واحد الوحدة البنائية للجهاز العصبي التعليمات سمي البيانات المرقمة على الوثيقة واحد وضع عنوانا مناسبا له ثانيا يشكل كل من العنصرين واحد والعنصر اثنان على الوثيقة مادتين مختلفتين المطلوب حدد خصائص كل مادة من خلال ملء الجدول المقابل نمر دون إطالة لمناقشة وحل التمارين الأول المطلوب في السؤال الأول كتابة البيانات المرقمة واحد يمثل جسم خلوي اثنان يمثل ليف عصبي ثلاثة تمثل نوات اربعة تمثل تفرعات شجرية خمسة يمثل مشبك وهو نقطة التواصل بين عصبون وعصبون آخر ويكون التواصل على مستوى التفرعات النهائية للعصبون الأول والتفرعات الشجرية للعصبون الثاني عنوان النثيقة رسم تخطيطي يبين بنية العصبون أو نقول بنية الخلية العصبية وهنا أنبه أبناء التلاميذ بأن العصبون أو الخلية العصبية لم يتم التطرق إليه لحد الآن في شهادة التعليم المتوسط ولذلك فهو موضوع مقترح بقوة في هذه الشهادة والله أعلم نمر للسؤال الثاني وتحديد خصائص المادتين المادة واحد والمادة اثنان بالنسبة للمادة رقم واحد هي عبارة عن مادة رمادية أما العنصر اثنين فيمثل المادة البيضاء بالنسبة لتموضع المادة الرمادية على مستوى المخ يكون في المرحيط أما تموضع العنصر إثنان على مستوى المخ فيكون في المركز بينما تموضع العنصر واحد على مستوى النخاع الشوكي يكون في المركز ويكون تموضع العنصر إثنان أو المادة البيضاء في المحيط على مستوى النخاع الشوكي بالنسبة لدور العنصر واحد في الإحساس إذن دور العنصر واحد في الإحساس هو ترجمة الرسائل العصبية الحسية إلى إحساس بينما يتمثل دور العنصر 2 في الإحساس في نقل الرسالة العصبية الحسية من المستقبل الحسي أو العضو الحسي إلى الساحات بقشرة المخ بالنسبة لدور العنصر رقم واحد في الحركة الإرادية يتمثل في أنه تتولد أو تنشأ على مستواه الرسالة العصبية الحركية لأن الرسالة العصبية الحركية تتولد في المخ في السطح الحركي وطبعا تتولد على مستوى المادة الرمادية الموجودة بقشرة المخ والمتمثلة في الأجسام الخلوية أما دور العنصر 2 في الحركة الإرادية فيتمثل في نقل الرسالة العصبية الحركية من سطح الحركة بقشرة المخ إلى العضو المنفذ والآن نمر دون إطالة للتمرين الثاني الكوليرا مرض خطير ينتج عن الإصابة ببكتيريا ممرضة للكشف عن خطورة هذه البكتيريا وكيفية تصدي الجسم لها نقترح عليك التجارب التالية التي أجريت على مجموعات من الدجاج بالنسبة للمجموعة تم حقنها بوسط زرح حديث لعصيات الكوليرا النتائج إصابة الدجاج بالكوليرا وموتها المجموعة تم حقنها بوسط زرح قديم لعصيات الكوليرا النتيجة يبقى الدجاج حيا المجموعة تم حقنها بمصر مأخوذ من دجاج المجموعة بعد يوم واحد بوسط زرح حديث لعصيات الكوليرا النتيجة يبقى الدجاج حيا المجموعة دي تم حقنها بوسط زرح قديم للكوليرا وبعد 15 يوما حقنت بوسط زرح يثلي عصيات الكوليرا النتيجة يبقى دجاج المجموعة دي حيا الوثيقة الثانية تسمح متابعة تطور نسبة الأجسام المضادة إثر تماس أول ثم تماس ثاني بنفس مولد الضد من إنجاز منحنى الوثيقة رقم 2 والمتمثل في نسبة الأجسام المضادة في الدم بدلالة الزمن طبعا عند التماس الأول مع مولد الضد والتماس الثاني مع نفس مولد الضد أو نقول الاستجابة الأولية والاستجابة الثانوية نمر الآن إلى التعليمات السؤال الأول فسر نتائج التجارب المنجزة عند كل من المجموعة سي ودي ونحن بإذن الله سنقوم بتفسير كل النتائج السؤال الثاني بين مع الشرح استراتيجية دعم الجهاز المناعي الذي يمكن استنتاجه من التجارب المنجزة عند كل من المجموعة سي ودي بألف قارن بين إنتاج الأجسام المضادة من حيث السرعة والكمية بعد التماس الأول مع مولد الضد ثم بعد التماس الثاني أخيرا استنتج أهمية التذكير في التلقيح نمر دون إضالة لمناقشات وحل هذه التعليمات نبدأ بتفسير النتائج التجربية نبدأ بالتجربة الأولى موت دجاج المجموعة وذلك بسبب أن الكوليرا عبارة عن بكتيريا ممرضة وقاتلة أما بالنسبة للمجموعة بي فتم حقنها بوسط زرع قديم لعصيات كوخ والنتيجة يبقى الدجاج حيا إذن بقاء دجاج المجموعة بي حيا لأن مزرعة الكوليرا القديمة أكسبت الدجاج مناعة ضد الكوليرا أو نقول ضد عصيات الكوليرا بالنسبة للتجربة سي أو المجموعة سي فتم حقنها بمص المأخوذ من دجاج المجموعة بي المحصنة ثم حقنها بعد يوم واحد بوسط زرع حديث لعصيات الكوليرا والنتيجة بقاء دجاج المجموعة سي حيا إذن بقاء دجاج المجموعة سي حيا لأن المصل المنقول من دجاج المجموعة بي يحتوي على مادة مناعية جاهزة تدعى بالأجسام المضادة والتي ساهمت في القضاء على عصيات الكوليرا وذلك بتشكيل معقد مناعي جسم مضاد مولد ضد وذلك أو نقول عن طريق تعديل مولد الضد السؤال التفسير النتيجة الأخيرة إذن بالنسبة للمجموعة دي تم حقنها بوسط زرع قديم لالكوليرا وبعد 15 يوما تم حقنها بوسط زرع حديث والنتيجة بقاء دجاج المجموعة دي حيا إذن بقاء دجاج المجموعة دي حيا لأن الحقن بالكوليرا القديمة حفز الجهاز المناعي للدجاج بالنسبة للمجموعة دي على إنتاج أجسام مضادة ضد الكوليرا وبالتالي ساهمت هذه الأجسام المضادة في حمايته من الموت والآن نمر دون إطالة للسؤال الثاني إذن شرحوا استراتيجية دعم الجهاز المناعي في التجربتين سي و دي إذن تم دعم الجهاز المناعي لدجاج المجموعة سي عن طريق المصل أو نسميه الاستمصال وذلك بتزويد الجهاز المناعي بأجسام مضادة نوعية جاهزة بينما تم دعم الجهاز المناعي لدجاج المجموعة دي عن طريق اللقاح حيث يعتبر حقن الجهاز المناعي بمولد ضد غير ممرض مثل عصيات الكوليرا القديمة يعتبر لقاحا يقوم بتحفيز الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة نوعية ضد الكوليرا أو ضد أي ميكروب آخر والآن نمر دون إطالة للسؤال الموالي السؤال الثالث في النسبة للمقارنة بين إنتاج الأجسام المضادة من حيث الكمية والنوعية في التماس الأول والتماس الثاني أو نقول في الاستجابة الأولية والاستجابة الثانوية من خلال المنحن البياني يلاحظ بأن إنتاج الأجسام المضادة يكون في التماس الأول قليل وفي زمن ضويل ويكون إنتاج الأجسام المضادة في التماس الثاني كبير وفي زمن قصير أو نقول في الاستجابة الأولية يكون إنتاج الأجسام المضادة قليل وفي زمن ضويل وفي الاستجابة الثانوية يكون كبير وفي زمن قصير التفسير وذلك بسبب وجود خلايا لنفوية بائية ذاكرة تتشكل عند التماسي الأول وتقوم عند التماسي الثاني مباشرة بإنتاج الأجسام المضادة النوعية آخر سؤال أهمية التذكير بالتلقيح إذن كلما ذكرنا بالتلقيح كلما ازدادت الأجسام المضادة عددا وعمرا كما أنه يساهم التذكير بالتلقيح في تذكير الخلايا اللنفوية البائية الذاكرة بنوع مولد الضت والآن نمر دون إطالة للوضعية الإدماجية التي اخترتها لكم في هذا الموضوع إذن هذه هي الوضعية الإدماجية سنقرأ بالجزء تتسبب التغذية غير متوازنة وغير الصحية في أمراض خطيرة للجزائريين من بينها داء خطير أصيب به حوالي 8 ملايين جزائري ويوجه المختصون أصابع الاتحام إلى اعتماد الجزائريين على الأغذية الكثيرة والسريعة دون مراعاة خصائصها الصحية وافتقارها للفيتامينات والأملاح المعدنية منها الحديد الذي يعتبر المكون الأساسي لبروتين الهيموغلوبين كذلك تناول المصبرات وإهمال الخضربات الطبيعية المصدر من موقع الشروق أونلاين بتاريخ 18 أفريل 2016 من بينهم سمير شاب يكثر من تناول المصبرات الأغذية المعلبة ويهمل تناول الخضربات والحبوب فظهرت عليه أعراض تتمثل في شحوب الوجه التعب وذيق التنفس مما استدعى نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات وتحاليل طبية الآن نقرأ السندات معا ثم نتطرق إلى التعليمات نبدأ بالسند الأول الوثيقة الأولى تمثل بعض نتائج التحاليل الطبية لعينة من دم سمير بالنسبة لعدد كوريات الدم الحمراء عند سمير فتقدر بحوالي 2.1 مليون كورية دم حمراء في المليمتر المكعب الوحد بالنسبة لشخص طبيعي تقدر بحوالي 5 مليون كورية دم حمراء في المليمتر المكعب الوحد بالنسبة لكمية الهيموغروبين عند سمير تقدر بحوالي 7.غرام في الديسيلتر الواحد بالنسبة لشخص طبيعي تقدر من 13 إلى 17 غرام في الديسليتر الواحد بالنسبة للزمرة الدموية لسامير فهي A نيغاتيف الوثيقة رقم 2 تحدد مخطط نقل الدم في نظام الأبيو بالنسبة للوثيقة الثالثة تمثل رسم وظيفي للوظائف الحيوية التي تحدث داخل الخلية الوثيقة الرابعة نص علمي هل تعلم بأن الخضروات تعتبر من أهم العوامل المساعدة على البقاية من الأنيميا وفقر الدم احتوائها على الفيتامينات وعنصر الحديد الذي يعمل على تجديد وإعادة بناء ترميم خلايا الدم الحمراء وبروتين الهيموغلوبين والآن نمر مباشرة للتعليمات بالاعتماد على السياق والسندات ومكتسباتك القبلية أجيب عما يلي ألف تعرف على المرض الذي يعاني منه سمير وعدد كبير من الجزائريين با كإجراء علاج فوري قام الطبيب بتزويد سمير بالدم لزيادة عدد خلايا الدم الحمراء في جسمه حدد الزمرة الدموية للمتبرعين الذين تتوافق زمرتهم مع زمرة دم سمير اثنان قدم تفسيرا علميا للتعب الذي يعاني منه سمير وأخيرا اقترح نصيحتين لتجنب الإصابة بهذا المرض الخطير نمر دون إطالة لمناقشة وحل الوضعية الإدماجية إذن هذا وحل الوضعية الإدماجية سنقرأ بالجزء نبدأ بالسؤال الأول السؤال الأول تحديد المرض الذي يعاني منه سمير وعدد من الجزائريين من خلال السياق والسند رقم واحد ومكتسبات القبلية فإن سمير يعاني من مرض فقر الدم حيث يمتلك من خلال السند الأول حيث يمتلك سمير 2.1 مليون كرية دم حمراء فقط مقارنة بشخص طبيعي تقدر عدد كريات دمه الحمراء بـ 5 مليون كرية دم حمراء في المليمتر المكعب الواحد بالإضافة إلى نقص كمية الهيموغلوبين في دم سمير حيث تقدر نسبة الهيموغلوبين أو كمية الهيموغلوبين في دم سمير بـ 7.4 غرام في الديسيلتر وعند شخص طبيعي تقدر من 13 إلى 17 غرام في الديسيلتر الواحد السؤال ألف تحديد الزمر الدموية التي يمكنها التبرع لسمير إذن من خلال السياق والسندات واحد وثلاثة إذن واحد يبين لنا زمر الدم سمير وثلاثة تبين لنا مخطط نظام الأبئو ومكتسبات القبلية فإن الزمر الدموية التي يمكنها التبرع لسمير هي O-negative عبارة عن زمر ومعطي معاء عام و-negative فقط الآن تفسير التعب الذي يعاني منه سمير من خلال السياق وسندات واحد ثلاثة ومكتسبات القبلية فإن التعب الذي يعاني منه سمير يرجع لنقص عدد كوريات الدم الحمراء ونقص كمية الهيموغلوبين المسؤول عن نقل غاز الأكسوجين من الأسناخ الرئوية إلى الخلايا والذي تستعمله الخلية في أكسدة المغضيات الطاقوية يعني في عملية التنفس وإنتاج الطاقة اللازمة لنشاطها وبالتالي فإن نقص غاز الأكسوجين داخل الخلية يؤدي لنقص أكسدة المغضيات الطاقوية ونقص الطاقة المنتجة وبالتالي الشعور بالتعب آخر سؤال تقديم نصيحتين لتجنب الإصابة بفقر الدم من خلال السياق والسندات 1, 2, 3, 4 ومكتسبات القبلية أقترح ما يلي أقترح التغذية الصحية المتوازنة أقترح تناول الخضروات الطبيعية الغنية بالفيتامينات والبروتينات والحديد أقترح أيضا تجنب المعلبات والوجبات السريعة التي لا فائدة منها إذن هذه التمرين مع الوضع الإدماجية سأتركها لكم في صفحة مساعد التلاميذ في العلوم الطبيعية الطور المتوسط في الأخير أرجو من الله أن تكونوا قد استفدتوا من هذا الموضوع لمن لديه أي سؤال لا يتردد أتركوا لي تعليقات وسأجيبكم بإذن الله دمتم أبناء طيبين سيذهبوا التعب وتبقى فرحة النجاح بإذن الله في أمان الله